السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء يارب تكونوا بخير معكم بيسردوة حسن من قناتكم تأسيس وحدانا في البيت هنشوف النهاردة مع بعض توزيع منهج اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 2021-2022 هنشوف مع بعض محتوى الكتاب أو المنهج كله عبارة عن إيه أول حاجة هم محورين المحور الثالث بعنون إيه كيف يعمل العالم العالم من الماضي إلى المستقبل والمحور الرابع اسمه التواصل أو التكامل في الحياة هناخد مع بعض كم موضوع المحور فيه تلات موضوع موضوع يعني زي وحدة يعني المحور أو الثالث هناخد فيه الوحدة الأولى تاريخ الأرض تنوع الثقافات من الحاضر إلى المستقبل كل بقى وحدة هيكون فيها قصة استماع قصة الاستماع الأولى لعبة الكنز قصة مصورة الغابة المتحجرة وفيه نص معلوماتي وفيه نشيد معانا الأرض وطبعا هنعرف كلمات جديدة زي فرغت وتحولها ونادرا ومثيل كل المعاني دي هنلاقيها موجودة في كل درس والأساليب والتراكيب معانا زي أدوات الاستفهام مكونات أو أسلوب الاستفهام وطبعا خط وإملاء المفروض ناخد أنشطة إملائية أسبوعية وكلمات من النص يعني ما لها للأولاد بتتضمن الحروف المتشابهة في الصوت والتعبير الكتابي كتابة فكرة معلوماتية طيب الموضوع اللي بعده بعنوان تنوع الثقافات هنلاقي في قصة الاستماع الصديقتان وقصة مصورة مسرح على المدرسة ونص معلوماتي الثقافات الشعوب وطبعا هنا مفيش نشيد يعني الوحدة الأولى مفيش فيها نص معلوماتي ولكن فيها نشيد الأرض إحنا عامة معنا نشيدين بس نشيد الأرض وأصحاب المهن ده في المحور الرابع يبقى كل محور فيه نشيد واحد بس وفيه نصين من النصوص إيه اللي هو النص المعلوماتي هنشوف اللي بعده طبعا هنلاقي بقى برده معنا أساليب والتركيب في الوحدة التانية هنلاقي الفعل الماضي والمدرع والأمر والجملة الفعلية وينلاقي معنا خطه إملاء والتعبير الكتابي بعنوان كتابة قصة طيب الوحدة التالتة معنا من الحاضر إلى المستقبل ناخد فيها قصة الاستماع اختراع عجيب وقصة القراءة أو قصة المصورة بعنوان صندوق الذكريات والنص المعلوماتي العصور الذهبية ومجموعة كلمات جديدة وفي الأساليب والتركيب هناخد الإسم وأنواعه والجملة الإسمية وهناخد خطه إملاء وبعدين التعبير الكتابي كتابة إعلان هندخل بعد كده المحور الرابع هناخد فيه إيه؟ بعنوان قرنة تواصل هناخد فيه ثلاث برضو موضوعات أو ثلاث وحدات الوحدة الأولى التكامل في العلاقات هناخد قصة الاستماع أنا وأنت قصة مصورة نريد أن نلعب ومش هناخد فيه رصة معلوماتي لأننا هيكون فيه نشيد اللي هو أصحاب المهن وطبعا موضوع مجموعة كلمات جديدة زي الكف واعتادة وإزعاج وبعدين هناخد أسليب وتركيب أقسام الكلام الإسم والفعل والحرف والكلمات ذات النهاية المتماثلة وبعد كده هناخد التعبير الكتابي كتابة فكرة إقناعية الموضوع اللي بعده اللي هو التكامل في الأدوار هناخد فيه قصة الاستماع رحلة الموز وتعاون الحية دي القصة المصورة والنص المعلوماتي المقايدة وطبعا مفيش نشيد ومن الأسليب والتركيب هناخد معنا المفرد والمثنى والجن وأسماء الإشارة وقعد كده فيه طبعا الخط هناخد خط النسخ وهناخد هنا إملاء أسبوعية وكتابة فكرة لإقترحة اللي ده موضوع التعبير اللي معنا آخر موضوع معنا وآخر وحدة اسمها التكامل في المجتمع هناخد فيها قصة الاستماع أختي وقصة كفاح وقصة الكراءة أو الكصة المصورة طالب مميز والنص المعلوماتي اللغة وسيلة التواصل ومجموعة الكلمات الجديدة ومن الأسليب والتركيب ضمائر المخاطب وضمائر الغائب وبعد كده الخط والإملاء أيضا والتعبير الكتابي بعنوان كتابة رأيش إن شاء الله يكون عام سعيد على الأولاد والمنهج بإذن الله يكون سهل ويسير عليهم أتمنى بقى تدعموني برايك واشتراك في القناة علشان إن شاء الله نبدأ نشرح المنهج كله مع بعض أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع لديه الوداء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته